كما تجددت المواجهة العنيفة اليوم السبت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تاحس وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش سهدفت دبابة ميليشيا الحوثيين في تبة السفتيل ومدفعيتها في تبة السلال شرق المدينة تدور الآن اشتباكات بين القيش الوطني وميليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية وخاصة التشريفات والقصر الجمهوري هناك الآن اشتباكات والآن ميليشيات الحوثي الإجرامية تقوم بالقصف بالهاونات والمدفعية على الأحياء وعلى سكان المواطنين الأبرياء هناك خسائر في الأرواح هناك جثثة الآن ميليشيات الحوثي على التشريفات والقصر الجمهوري وحجيرة مرمى إلى الآن هناك خسائر في المعدات في المعدات الآن تم استهداف دبابة السفتيل تم استهداف 23 في السلال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة